السلام عليكم ورحمة الله. اهلا بكم في ريديو جديد على قناة التكامل الاتقاني. ان شاء الله النهاردة هنقولكم ازاي توصل الفلاشة على الموبايل عشان تنقل منها الملفات سواء هتنقل منها ملفات من الموبايل للفلاشة او من الفلاشة للموبايل تمام? وطبعا الهاتف اللي انا هشرح من عليه حاليا هو هاتف اوبو تمام? من نوع اوبو. لان طبعا بيبقى فيه اختلاف. فانت لو معك هاتف اوبو يبقى اتطبق الخطوات اللي انا هقول عليها في الاول تمام? لكن لو انت معك اي هاتف تاني من نوع سامسونج او اي نوع اخر مجرد ما بتركب الفلاشة الفلاشة بتظهر بشكل القائش تمام? انما في هاتف اوبو لادما في حاجة كده هنعملها عشان الفلاشة تظهر. طيب اول حاجة هبدأ فلاشة في الموبايل الاول. طيب انا كده ركبت الفلاشة في الموبايل تمام? اول حاجة لو انت معك هاتف اوبو عشان الفلاشة تظهر لادما هتعمل الطرقة ديت اللي هي ايه? اول حاجة هنجي على الاعدادات وهبدأ اضغط عليها. ومن الاعدادات هروح على الاعدادات الاضافية. وهبدأ اضغط عليها بالشكل ده. وبعد ما تغطط على اعدادات اضافية. هاجي كده في اسفل الشاشة. هلاقي حاجة اسمها اتصال تمام? هبدأ افعل الاختيار ده كده او هبدأ اشغل الاختيار ده لانه هو كاتب لانه هو يقاف التشغيل تلقائيا في حالة عدم الاستخدام لمدة عشر دقائق. يعني الاختيار دوت لو انت ما استخدمتوش لمدة عشر دقيق بيبدأ ايه? يبقى غير مفاعل تاني. فانت هلتمن ايه اتشغل الاختيار ده? طيب انا هبدأ اشغل الاختيار بالشكل ده كده. كده الفلاشة هتظهر عندي على الموبايل. زي واحدة شايفين هوات الفلاشة بدأت تظهر هي. تمام? بولي انا هوات اول حاجة باكترات الهاتف. بعد كده كاتب لي ان هوات او تي جي اللي هي كاتب لي تحتها متوفر تلاتة جيجا واحد وتمين ميجا بايت من سبعة جيجا واسبع وسبعين ميجا بايت. تمام? يعني الفلاشة ديت مسيحية تمانية جيجا. طيب خلونا بقى نبدأ نقول لكم ازاي هنطل الملفات من الفلاشة للموبايل او او من الموبايل الفلاش تمام? اول حاجة هبدأ اروح على ملفاتي او الملفات تمام? طيب انا على سبيل المثال موجودة عندي هنا ايات اسمها مدير الملفات. هبدأ اضغط على مدير الملفات بالشكل ده. وبعد ما اضغط على ادر الملفات بقول لنا هو اول حاجة ذاكرة الهاتف تاني حاجة اللي هي اتصال تمام? ما ليس داعه ب Mail hungry اللي هي المحزوف موقiorا دي من لايش داعوا به. تمام? يبقى اول حاجة عنده زاكرة الهاتف. اخري حاجة اللي هي هي ME 3 طيب انا عايزا نلقي حاجة من على الموبايل للفلاشة او من على الفلاشة الموبايل. طيب على سبيل المثال. انا عايزا نلقي الفيديو من على الموبايل للفلاشة. كله انا هعمله. هبدأ اضغط على زاكرة الهاتف بالشكل ده. وبعد ما ما تغطى على زاكرة الهاتف، هتشوف الفيديو او الاغنية او اللعبة اي شي انت عايسن الها هتشوف انت حضرتها فينة على الهيتل تمام? طيب انا على سامل المثال هابدأ كده اشوف الفيديو اللي انا عايز عنه راحة هابدأ اضح كده على الاصطination اللي هو دي سي اي اي ام بالشكل ده بعد كده هاثرت كمان مرة وهبدأ احدد الفيديوهات اللي انا عايزن راحة على الفيديوهات طيب عشان احددها ه çevradها هزاي هابدأ اضغط دوقة طاولة الاول على الفيديو اللي انا عايزة انقيله تمام? هبدأ ادخلها دقتها طويلة بصبعي. وبعد ما دغطت دقتها طويلة هلاحظ ان هو بقول ان هو هتحدد الفيديوهات اللي انت عايز تنقيلها. طيب بتبدأ تحدد بالشكل ده كده. فانا على سبيل المسال هبدأ ايه? احدد الفيديوهات اللي تن دول. تمام? بعد كده هلاقي زرار اللي تحت هنا هوت كلمة نسخي الى. تمام? هبدأ ادخل على نسخي الى بالشكل ده اللي هي موجولة باسفل الشاشة. واضغط عليها بالشكل ده كده. وبعد ما اضغط على نسخي الى بيجيب لي. بقولي تعالي تنسخي الفيديو ده فين? يا اما زرارتي الهاتف تاني او الفلاشة الـ USB هلاحظ ان هو جيب لي نوت المساحة المتاحة اللي هي اخر حاجة اللي هي سبعة جيجا دية اللي هي فلاشة الـ USB. هبدأ اضغط عليها بالشكل ده. وبعد كده هبدأ اضغط على النسخي الى هنا. تمام? مجرد ما هضغط على النسخي الى هنا بالشكل ده كده اللي هي موجودة في اسفل الشاشة. هبدأ لغط عليها بالشكل ده. الله احجز ان هو هنا هو تبينستخل الفيديوهات اللي انا نقلتها من الموبايل للفلاشة. تمام? يبقى ان كده ايه? نقلت الفيديوهات هي اصبحت موجودة عندي على فلاشة اليو اس بي. طيب لو انت عايز تنقل اي فيديو او اي لعبة او اي صور من على الفلاشة للموبايل هتبقى بنفس الطريقة. بعد كده هنيجي على مدير الملفات تاني. بعد كده هخش على الاتصال اللي هو كتيب لهنا هو او تي جي تمام? هبدأ الو تي جي دوت اللي هو اللي هي تحته مساحة الفلاشة تمام? هبدأ اضغط كده على اتصال او تي جي بالشكل ده. هلاحظ ان هو هنا اضغط بيدخل على فلاشة اليو اس بي. كل اللي انا هعمله علشان انقل اي ملف او اي اغنية او اي كليب او اي حاجة. هبدأ اضغط كده على سبيل المسال هبدأ اختار النغمة دية او الاغنية دية. تمام? هبدأ اضغط على ضغطة طاولة بالشكل ده. وبعد ما تغطى عليها ضغطة طاولة بيقول لي لو عايز تحدد اي حاجة تانية. تمام? طيب ان خلاص حددت الاغنية هو تعلمت علامة الصحة المربع اللي هو موجود اصاد الاغنية. تمام? بعد كده هرط على نسخ الى تمام? اللي هي موجودة في اسفل الشاشة بالشكل ده. وبعد ما بتغطى على النسخ الى بيقول لي ان هو عايز تنسخ على زكرة الهاتف ولا على فلاش اليو اسمي تاني. لا انا هبدأ اخترط زكرة الهاتف بالشكل ده كده. بعد كده هضغط على النسخ الى هنا. وهبدأ اضغط عليها اللي هي موجودة في اسفل الشاشة. وهضغط عليها بالشكل ده كده. هراح زي ما هو نسخ للاغنية على زكرة الهاتف. تمام? الطلاقة السهلة ما بيش فيها اي حاجة. بس يفيه بضوك تنبيه بسيط لازم اقول لكم عليه. بالنسبة الهواتف اوبو لازم ان تشغل الاقتراض اللي هو بتاع الوت جي تمام? لازم ان تشغل الاول عشان الفلاشة تظهر على الموبايل. لكن لو انت بتستخدم اي موبايل تاني موبايل سامسونج او اي انواع اخرى مجرد ما بتركب الفلاشة في الموبايل الفلاشة بتظهر. مش بتحتاج اللي انت تشغل الاقتراض اللي هو بتاع الوت جي ده ده موجود في الهواتف اوبو والهواتف الشابهة الهواتف اوبو فقط. تمام? وبكده هنكون وسيطنا لنهاية الفيديو. وزي عجبك الفيديو اضغط لايك. وهتنسوش الاشتراك في القناة حتى نشجعونا اللي احنا نعمل لكم فيديوهات جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.